المشكلة أنه احنا تعاملنا بخطوط عريضة لم نتعامل بما طلبه المجتمع بشكل تفصيلي يعني اليوم عندما نتحدث عن قانون الانتخابات نعم حصل قانون الانتخابات وحصلت موضوع الدوار الانتخابية هناك بعض الكتل السياسية اللي لم تكن راضية على هذا القانون وهناك بعض الكتل التي راضت على هذا القانون لكن لم نذهب إلى المدى الأبعد وهو عدم إجراء التزوير مثلا عدم إمكانية حصول التزوير باعتماد البطاقة البايومترية على سبيل المثال واحد اثنين في الورق مكتوب متابعة المال السياسي لكن أنا عندما أنا أرشح وجنابك يرشح وتشوفني أنا أصرف 200 أو 300 أو 400 مليون وانت ما تقدر تصرف لك 10 ملايين هذا بحد ذات أيضا يعتبر فساد ويفترض أن يعاقب ويراقب هذا الأداء إذن حقيقة إحنا إذا صح التعبير لازلنا بعيدين عن عمل الديمقراطي الحقيقي لدينا سلاح منفلت لدينا فساد مالي وتقريبا المال السياسي العبدور في الانتخابات وشاهدنا جميع شاهد هناك أشخاص لا وجود لهم في الساحة السياسية لكن لديهم أموال استطاعوا أن يحجزوا مقاعد في قبة البرلمان واستطاعوا أن يغيروا بوصلات كثير من القرارات السياسية داخل قبة البرلمان يعني يدير من وراء الكواليس بالضبط وأموال يعني العملية هي عملية أموال أموال طبعا فساد يعني أموال مو أموال عبارة عن مشاريع وهمية عبارة عن مقاولات عبارة عن حصص عبارة عن نسب وهكذا جمعة هذه الأموال وجويرة للأغراض السياسية لذلك إحنا لما نتحدث عن فقط عنوين هناك تفاصيل داخلية أكثر من العناوين يعني اليوم أنا عندما أتحدث عن سلاح مثلا منفلث خارج جطار الدولة قد يتحكم في الانتخابات المستقبلية ولا ننسى إحنا في عام 2018 عندما يعني أرادت بعض الكتل السياسية أن تكشف حجم التزوير ماذا حصل وماذا بدأت تهديدات من هنا وهناك وحرقت مخازن صنادق الاقتراح هنا وتهديدات من هذه الجهة ومن تلك الجهة ولا قدر الله أردنا أن نصل إلى حرب في ذلك الوقت